السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور محمد الزهيري استشاري جراحات ومناظير المسالك البولية والتناسولية وأمراض الزكورة والعقم دكتوراه ومدرس بكلية طب الأصر العيني جامعة القاهرة وأبو الريش عضو الجامعية الأمريكية والأوروبية لجراحي المسالك البولية والتناسولية الحقيقة بيجي لنا استفسارات كتير من العديد من المرضى بخصوص أمراض البروستات أمراض البروستاتة قد تصيب صغار السن وقد تصيب كبار السن بالنسبة لصغار السن بنسميها احتقان في البروستاتة بتؤثر على اندفاع أثناء عملية التبول وممكن أنها كمان تعمل أن المريض يحتاج أنه يروح الحمام ويرجع كذا مرة دي بتكون تسببت في حاجة اسمها مسانة متهيجة طبعا ممكن أن يكون معها حرقان أثناء عملية التبول وبيكون بسبب أن حصل التهاب في البروستاتة بالنسبة لكبار السن فوق سن الخمسين بيبدأ يحصل حاجة طبيعية جدا في كل الذكور حاجة اسمها تضخم في البروستاتة برضو بتبدأ تأثر على عملية التبول واندفاع البول نفسه وبرضو المريض ممكن أنه يحتاج أنه يروح الحمام كذا مرة بنقسم التضخم في كبار السن لنوعين أساسيين هل ده بسبب تضخم بيكون حميد في البروستاتة وده اللي بيحصل لمعظم الناس فوق سن الخمسين ولا لقدر الله ممكن أنه يكون ورم خبيث بنقدر طبعا نعرف أو نفرق بين النوعين دول عن طريق الكشفة على المريض وعن طريق بعض الفحوصات اللي بيطلبها الطبيب المتخصص منها حاجة اسمها دلالات أو رام البروستاتة اللي بتعرفنا الفرق ما بين التضخم ده يكون حميد ولا ورم خبيث لأن ساعتها بيفرق طرق العلاج من حيث نوع التضخم التضخم الحميد بيعوز أن المريض ياخد أدوية تساعده على عملية التبول بشكل طبيعي في بعض الأدوية اللي بتأثر على البروستاتة وعنق المسانة فتخلي عملية التبول أسهل وبعض الأدوية تانية بتشتغل على أنها تصغر حجم البروستاتة في حالة التضخم لما يكون بسبب ورم خبيث لا بنحتاج مع الفحوصات نشوف هل الورم ده انتشر في الجسم ولا لا وبناء عليها بنقرر هل المريض محتاج بس أن هو يتابع الورم اللي عنده ولا محتاج استقصال للبروستاتة وساعتها بيكون طبعا الاستقصال ده اسمه استقصال جزري للورم الخبيث اللي في البروستاتة بالنسبة للتضخم الحميد لو العلاجات مساعدتش المريض بنجرب طبعا أنواع كتير من الأدوية لو العلاجات مساعدتش المريض في عملية التبول بصورة طبيعية أو الطبيعة اللي كان هو عليها أو أن المريض لسه بيشتكي بيبقى في عمليات لاستقصال التضخم الحميد اللي هو بتاع البروستاتة دوت بس مش لازم يبقى جزري زي الأورام الخبيثة معظم العمليات دلوقتي ما بقتش تتعمل جراحة بقت بتتعمل باستخدام المناظير وفيه أنواع كتير من المناظير بناء على حالة المريض الصحية وعلى حسب حجم البروستاتة موسيقى